بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين الحضور الكرام السلام عليكم قبل عشرين عاما ومنذ ذلك الحين ما تزال الحرب التي شنتها واشنطن مثيرة الجدل وهي كذبة كبيرة ظهرت حقيقتها الشريرة وتداعياتها الخطيرة مع الأيام وليس بوسع أي داعي من الحرب أن ينكرها عشرون عاما لم يعي المجتمع الدولي بعد عظم الخطيئة التي ارتكبها بحق العراق والعراقيين وحجم المسؤولية الملقات على عاتقه للتكفير عنها وأن عدم محاسبة مجرمي الحرب وجه من أوجه استمرار حالة الاحتلال الأمريكي الإيراني للبلاد والإرهاب الناجم عنه الذي كان العراقيون وما يزالون ضحاياه إذ اعتقد الواهمون منهم أن حياتهم ستكون أفضل وأن وقت المساءلة قد حان وأن الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمنه بدمائهم وحاضرهم ومستقبلهم هم العراقيون أنفسهم يسرنا في هذه المناسبة أن أستضيف الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في أيها تعنوان المسلمين في العراق ليقدم لنا موجزاً عن التقيير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق فليتفضل مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم المشايخ الأفاضل الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلوم لدى الجميع أن هذه السنة هي المناسبة العشرين لغزو العراق واحتلاله لذا ارتعنا في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أن يكون التقرير خاصاً متميزاً مغطياً للسنوات العشرين الماضية طبعاً ويتضمن هذا التقرير ما تم رصده من قبل القسم وتبقى الجهود محدودة لكن نحن حاولنا أن نغطي جانباً من جوانب محاور حقوق الإنسان في العراق للسنوات العشرين الماضية شكل غزو العراق جريمة حرب عدوانية استندت على أكاذيب وتلفيقات وخدع وتبين للجميع أنه لم يكن من أهداف الحرب تحرير البلد بل كان الهدف تدمير العراق ومصادرة مستقبله والسيطرة على ثرواته ومحو تاريخه وكسر إرادة شعبه وتغييبه عن حاضنته العربية وتعطيل دوره الإقليمي وقد وفرت الحكومات المتعاقبة التي فرضها الاحتلال على العراق الزخم اللازم لذلك إن قرار حل الجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء التجنيد الإلزامي جعل العراق ساحة للمنافسات الإقليمية والدولية والتدخلات الخارجية السلبية وما صاحب ذلك من برول الميليشيات وضياء لهيبة الدولة واستشراء للفساد مع تكريس لحالة الإفلات من العقاب طوال ما يزيد على العقدين وانعكاسات ذلك التي زعلت العراق من الدول الأكثر خطرا على حياة الإنسان والأكثر فسادا وشهد العراق ولاسيما بعد تعيين نيكروبونتي سفيرا لدولة الاحتلال تصاعد أعمال العنف التي تستهدف حياة المدنيين وبلغت جرائم القتل الجماعي والاختيالات ضروتها بعد حادثة تفجير قبة مرقد الإمامين العسكرية في سامراء في شباط فبراير 2006 وتفاقمت حالة الاحتلال بمنح قواته الحصانة من الملاحقة القضائية التي لم تتورع بسبك دماء المزيد من المدنيين من مختلف الفئات المجتمعية ومن جميع الأعمار ولم تبقى مدينة أو بلدة أو قرية آمنة حيث قامت قوات الاحتلال بفتح نيران أسلحتها تجاه كل هدف متحرك بمجرد الشك به وقتل خلال السنوات الأربع الأولى من الاحتلال ما لا يقل عن 655 ألف مدني عراقي وباتت الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران المتحكم الرئيس بالعراق الذي يسمونه جديدا بمباركة أمريكية وتواطئ دولي وصمت عربي ولا يختلف اثنان على أن وجود هذه الميليشيات يشكل نقيضا صارخا لمفهوم الدولة عشرون عاما والسجون أماكن للانتقام من المعتقلين وعزلهم عن العالم وتعذيبهم وإزهاق أرواحهم وتتواتر التقارير من داخل تلك السجون التي تؤكد الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها المعتقلون وتعرضهم للمعاملة القاسية التي تصل إلى التعذيب المفضي إلى الموت الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة لكل القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بإدارة السجون والمعتقلات التي باتت تغزوها في العراق المخدرات إلى جانب تفشي عمليات ابتزاز السجناء وعائلاتهم والفساد المالي الكبير في ملف إطعام السجناء وشهد العراق لأول مرة في تاريخه الحديث موجات نزوح قسري وهجرة بدأت منذ الأيام الأولى للاحتلال حيث أجبر ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم بسبب عدم الأمن والعنف والاضطهاد ووفقا للأمم المتحدة فقد نزح داخل العراق ما لا يقل عن ستة ملايين عراقي واضطر إلى اللجوء إلى الخارج أكثر من أربع ملايين وأحصى قسم حقوق الإنسان أكثر من ثلاثمائة وسبعين مدينة وبلدة وقرية عراقية ترفض الميليشيات الولائية عودة أهلها إليها عشرون عاما من استمرار التهديدات والتحديات والعقبات التي تحول دون إعادة أعمار البلاد واستعادة الأمن والسلام فيها وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية عشرون عاما من الموازنات الانفجارية ولا إنجاز يذكر في العراق والفشل السياسي والإداري وهدر ونهب المال العام ورهن الثروات والمقدرات لصالح أمريكا وإيران سيد الموقف في البلاد عشرون عاما من تحكم الطارئين وشهود الزور الذين كرسوا نسف مفهوم الدولة وتغييب المواطنة وإشاعة الظلم وتمكين الميليشيات الإرهابية الأمر الذي أفضى إلى واقع مرير ومستقبل مجهول عشرون عاما من الوعود الفارغة للإصلاح في العراق حيث العملية السياسية والدستور يقضيان بجعل السلطتين التشريعية والقضائية تابعة إلى السلطة التنفيذية وخاضعة لها وهو ما يجعل من المستحيل إجراء الإصلاحات المطلوبة عشرون عاما من الحرية الزائفة والديمقراطية المتوهمة والظلم الاجتماعي والقمع الحكومي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام المحاسسة ومن التجاهل الرسمي الصارخ للتضحيات العظيمة للمتظاهرين عشرون عاما والأمم المتحدة تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في العراق وتكتفي باتخاذ إجراءات غير حاسمة متماهية مع رغبات دولة الاحتلال أو خاضع لها عشرون عاما والعراقيون ينتظرون الإنصاف الذي يستحقونه حقيقة هذه المقدمة تجعلنا نأخذ فكرة عن أكرر هنا جانب عن الواقع أو ما يجري في العراق أو ما جرى خلال السنين العشرين الماضية كما هو معتاد في كل سنة التقرير يحوي على أحد عشر محورا كذلك السنة لكن لازدحام المعلومات حقيقة والملفات الكثيرة ارتعينا أن يكون التركيز على المهم المهم ولا أعتقد أنه شيء يعلو على حياة الإنسان فسنناقش محور القتل خارج القانون فالتعليق على مخططات القتل المدنيين لا شك أنه حصدت آلة القتل الأمريكية والبريطانية أرواح العراقيين في حقب أدامية غير مسبوقة عاشها العراق مع بدء الغزو عام 2003 وانضاف إلها القوات الحكومية وانضافت إلها الميليشيات هذه كلها جهات طبعا والغة بدماء العراقيين ولا سيما المناهضين لحالة الاحتلال ولدينا في المخطط الأول حقيقة هو عدة ارتعينا أن تكون هناك عدة مصادر لنفهم تباين الواسع في أعداد القتلة بالنسبة للعراقيين المدنيين أنا هنا أعني ولماذا هذا التباين أيضا يحتاج إلى بعض التوضيح فالمخطط الأول هو للمشروع التعداد العراقي للموتى أو يعني ما يصطلح عليه إراكي بادي كاونت هذا هو طبعا الأشهر قد يكون لكن بالواقع بالتواصل مع القائمين عليه في السنين الماضية طبعا هو توقف عن إصدار المعلومات منذ بعد 2017 توقف عن ذلك لكن مع ذلك من خلال التواصل تبين أن المصادر الحكومية هي المصادر الوحيدة التي يستقي منها المعلومات بالنسبة لحالات القتل فلذلك نجد أنه هناك حجب لكثير كثير من الأعداد التي تخص أعداد مدنيين القتلة ولكن في موضوع آخر لدينا منظمات الدولية المنظمات الدولية هي يعني متعايشة فاعلة موجودة في العراق فإلها نظرة أوسع نجد هنا رقم تقريبا تضاعف ضعفين ونصف عما تقول أو يقول التعداد العراقي للموتى فيصل مثلا تعداد العراقي للموتى يقول عدد الذين قتلوا خلال العشرين سنة الماضية أكثر من مئتين وعشر ألف مدني لكن المنظمات الدولية تقول لا هناك أكثر من أو نحو نصف مليون مدني عراقي قتلوا في العراق خلال السنين الماضية لدينا طبعا مصادر أيضا مهمة وهي مجلات طبية رصينة حقيقة منها مثلا مجلة دي لانست هذه مجلة من الرصانة بمكان هي مسؤولة عن اللي تنشرها مو هذا رأي الناشر أو رأي الباحث أو رأي الكذا فتخضع هذه المعلومات اللي تنشرها تخضعها للتمحيص فهي نشرت في 2006 نهاية 2006 تقرير تقول فيه أنه خلال هاي الأربع سنوات الأولى من الاحتلال 2003 و2004 و2005 و2006 هذه السنوات قتل فيها ما لا يقل عن 655 ألف مواطن عراقي وما لا يقل عن 88% من هؤلاء طبعا هذا بالتقرير قتلوا بنيران القوات الأمريكية أو القوات الغازية عندما طبعا هذا كان دليل إدانة كبير لقوات الاحتلال وللدول الغازية بالنتيجة وبمقدمتها طبعا أمريكا فهنا جورج بوشل إبن اعتراض على هذا التقرير كيف فند اعتراضه لأنه وزارة الحرب الأمريكية تقول أنه إحنا مو شغلنا نجمع أعداد القتلى فهنا الاعتراض يعني صار محل خبر كان لماذا؟ لأنه هذه بتقرير وزارة الحرب اللي هي اللي هم يعني مجتمعا يشكلون الإدارة الأمريكية فإذن يكون الموضوع بهذا الجانب إحنا دعنا نحكي عن أربع سنوات الأولى قتل في العراق 655 ألف مدني فلذلك من الحقيقة من الواجب يعني هذا الموضوع أنا أرجع وأقول لا يوجد شيء أغلى من حياة الإنسان فبحكم يعني خلن نحكي الوظيفة اتصلت بكثير من الزملاء داخل العراق من الأطباء وكلفتهم تكليف في أكثر من 20 مستشفى أنه يراجعون سجلات الوفيات شهادة إصدار شهادة الوفاء وما طبعا ما يلفت النظر في التقرير يقول من أتى بلغ عن حالة القتل في الدراسة اللي عملوها 95% كان معاهم شهادة وفاء وهذه شهادة الوفاء مو من يعني حتى في بداية سنين الاحتلال كنا في المستشفيات وكنا نعرف يعني كيف كانت هاي الأمور لا يمكن لشهادة الوفاء أن تصدر من دون أن يشاهد الطبيب بعينه أن يشاهد الجثة ويكشف عليها ويشوف الأمور شن السبب وشن الكذا قطعا يعني هذا الموضوع ما بأي مجال بل هو يعني اللي ثبت أيضا ويعضد الموضوع أنه هذا الأمر ما يخدم لا قوات لا سلطة الاحتلال ولا يخدم حكوماتها فيعني بالقوة يطلعون أنا عايشة هذه السنين كنا يعني بالقوة نطلع شهادة الوفاء نصدرها بالمستشفيات لأنه هاي وراها يقول لك إحنا هاي راح تدخلونا جو السقف يعني ما معناه فلذلك هذا يعضد أنه الكم الهائل من المدنيين الذين قتلوا فإحنا حقيقة يعني بشأن التكلفة البشرية للحرب العدوانية التي شنثها الولايات المتحدة وبناء على قاعدة البيانات الخاصة بقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين التي تشكلت وفق ما تم رصده ومتابعته وتوثيقه من حالات القتل خارج القانون والاغتيالات وضحايا المجازر والتفجيرات وإحصاءات حالة القتل المرافقة لحملات الدهم والاعتقال وتعداد ما تسمى بالجثث المجهولة مجهولة الهوية فإننا نقدر أعداد الضحايا المدنيين الذين قتلوا طوال السنوات العشرين الماضية بما لا يقل عن مليون ومئة وخمسين ألف مدني عراقي ومرد المعدل الواسع في أعداد الضحايا إلى حالات القتل الكثيرة والكثيرة جدا التي لم يتسنى التحقق منها للصعوبات الجمة التي تحيط بعملية التحقق والتوثيق في ظل سواء سلطة الاحتلال أو في ظل حكومات الاحتلال لأن هذه المسألة من يدخل بهذا المضمار يقول لك هذا يريد يديننا فهم يحاولون قدر الإمكان يحجبون الموضوع ويمنعون أنه تصدر الأرقام الحقيقية وهذا طبعا هنا وأكدنا أنه هذا يعني من جهد القسم وهو يبين جانب قد يكون طبعا أكد تقارير تتحدث عن أكثر من مليونين عراقي وأكد تقارير تحدث عن أكثر من مليونين وثمانمائة ألف لكن نحن باللي عدنا وبعد الدراسة وبعد المشاورة وبعد الكذا وقلت يعني اللي عضت كلامنا هي سجلات إصدار شهادات الوفاة في مستشفيات العراق وهي موجودة وإحنا موجودين إلى جانب الكم الهائل من البلاغات عن حالات قتل من ذوي الضحايا وقاربهم أو جيرانهم لم تسمح الظروف بتوثيقها يعني اليوم مثلا فلان قال والله أنا يعني ابن عمي استشهد ابن عمي مات يا أبا خلينا نروح نشوف الكذا تدرون يعني كانت الأيام الأولى الأشهر الأولى أو السنين الأولى من الاحتلال يعني شيء من الفوضى موجودة إيشلون اليوم مثلا في غزة يقول هو عدد القتلى سبع وعشرين ألف لكن كم مفقود تحت الأنقاض كم من الناس فقدوا أصلا كم تبين أنهم أنهم محتجزون لدى الكيان الصيوني فلذلك هي يعني تعقيدات كثيرة كلها تصوب إلى زيادة الأعداد بشكل كبير جدا طبعا بالإضافة إلى ضحايا المقابر الجماعية التي تم العثور على المئات منها ويدين قواتها ويدين من أتى بها وهو الاحتلال أو حالات الاختفاء القسري التي تبين فيما بعد أنه قد تمت تصفيتهم ويزاد على ذلك الأعداد الكبيرة المسكوت عنها لشهداء المقاومة الذين تصفهم سلطة الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة بأنهم إرهابيون ولا شك أنهم يصفونهم بذلك لأنه كيف يستبيحون دماؤهم يعني وهذه أمريكا هي مشكلة العراق الأولى أنه من جاء بالاحتلال هي أمريكا وأمريكا الكل يعلم كيف هي يعني مسيطرة على المؤسسات الدولية والأممية وما إلى ذلك طبعا بقوة السلاح طبعا لماذا أيضا تصفهم بأنهم إرهابيون لصرف الانتباه عن دور الاحتلال في استمرار المقاومة لأنه إذا تقول هذولا مقاومين إذا أنت احتلال يعني ليش باقي مثلا فتحرج نفسها ولتجاهل ممارسات قوات الاحتلال التي هي إرهاب بعينه فهذه طبعا كما ذكرت أنه جملة الأرث الكارثي للاحتلال هو إبقاء العراق في حالة حرب دائمة أودت حتى الآن بما لا يقل عن مليون ومئة وخمسين ألف مدني سبعون بالمئة منهم من النساء والأطفال وعلى الرغم من هذه التكلفة البشرية الهائلة إلا أنها لم تذكر في معظم وسائل الإعلام الغربي ولم تكن يوما في مركز الاهتمام العالمي وفي كل عام يضاف المزيد من القتلى والجرحى حيث لا يزال الناس يعيشون تحت تهديد الاستهداف والقتل الذي لم يتوقف ولا توجد في الأفق أي نهاية لأعداد القتلى والجرحى ولا يبدو الأمر كذلك حتى لو كان العنف نفسه سينتهي غدا لماذا؟ لأنه يوجد كم هائل من الألغام الأرضية والذخائر غير متفجرة التي تفوق عدد سكان العراق وهذا ما أكدته تقارير الممتحدة في مناسبات كثيرة أما بالنسبة للفقرات الأخرى ولا سيما ما تسمى بالجثث مجهولة الهوية شهد العراق على مدى يزيد عن عقدين تفاقم ظاهرة ما تسمى بالجثث مجهولة الهوية والحقيقة هي ليست مجهولة الهوية وإنما هي جثث تعود لمغدورين مناهضين للاحتلال أو رافضين لوجوده في العراق ومن بين هؤلاء أساتذة وأكاديميون وأطباء وموظفون وضباط ومراتب وطيارون في الجيش العراقي السابق تم تحديد أسمائهم ومناصبهم وعناوينهم السكنية قبيل الاحتلال وجرى تغييبهم وتمت تصفيتهم من قبل الميليشيات الطائفية تنفيذا لمخططات انتقامية خارجية ووضعت سلفا ووفقا لمصادر رسمية فقد تم إحضار حوالي 38 ألف جثة من شباط 2006 حتى يونيو حزيران 2007 إلى معهد الطب العدلي في بغداد أكثر من نصف هذه الجثة تسمى مجهولة الهوية وعندما عجز ذوها عن المطالبة بها تم دفنها في مقابر بمحافظتين نجف وكربلا وهذه أيضا طبعا هي هاي المعلومة وحدها تحتاج إلى ندوة وخلال النصف الثاني من العام 2003 وحتى نهاية آذار مارس 2007 تم دفن أربعين ألف جثة مجهولة الهوية بين قوسين في مقابر محافظة النجف وحدها ولا يزال من الصعب للغاية تقدير أعداد الأشخاص المغيبين في العراق وبحسب مصادر محلية ودولية معنية فإن عدد الأشخاص المغيبين يتراوح ما بين 375 ألف إلى مليون شخص الأمر الذي يشكل مأساة مركبة لا يمكن وصفها وتصل أعداد الجثة التي تم الإعلان عنها التي توصف أنها مجهولة الهوية طوال العشرين سنة الماضية نحو 60 ألف جثة بشكل عام الحكومات المتعاقبة لم تعلن عن العثور على جثة جديدة هذه طبعا أنا أقتبس من الشهادات التي عندنا من الأطباء التي تم التواصل إياهم وخاصة في دوائر الطب العدلي أو المشارح وهذا التعتيم على الملف يؤكد تورط جهات حكومية في هذه الجرائم أو تابع لها أو تابع للحكومة وبحسب المصادر استقبلت دارة الطب العدلي أعدادا كبيرة من الجثث التي تقيد بأنها مجهولة الهوية ويكمن السبب وراء اكتظاظ الجثث إلى جانب عدم إعلان السلطات المعنية عن العثور عليها وجود عقبات كثيرة تحول دون تمكن ذوي الضحايا من القدوم لاستلامها من هذه العقبات طبعا كل دائرة من دوائر الطب العدلي أو كل مشرحة كأنما تحرسها ميليشيا معينة فضلا عن تعرض الجثث لتفسخ وتغير الملامح الأمر الذي يزيد من الصعوبات أمام إمكانية التعرف عليها الحقيقة هنا ووفق المصادر كلهم شي يقولون يقولون أنه المطلوب انتظار القرار القضائي أو المهلة القضائية وهذا هم القائمين على دوائر الطب العدلي وعلى المشارح أنه ليش حتى يتم نقل هذه الجثث إلى مقابر خاصة في النجف وكربلاء حتى تدفن ويدفن معها الحقيقة واليوم تواصل عشرات الآلاف من العائلات العراقية البحث عن أبنائها الذين يجهلون مصيرهم نتيجة فوضى السلاح والصراعات الحزبية المتواصلة في البلاد طبعاً إحنا في قسم حقوق الإنسان ارتقينا نحصي المجازر أيضاً وهذا طبعاً ما اعتادت عليه الجهات التي توصف نفسها بشيء من الحياة لكن هي ش تسوي هذه الجهات؟ تقسم عداد الموتى هذولا جثث مجهولة هذولا بالمجازر هذولا قتلى حتى الرقم يتقسم على أربعة أو خمسة لذلك العدد كله مجمل تبين أنه يزيد على مليون ومئة وخمسين ألف فإذا نحصي بس ضحايا المجازر وهذه طبعاً معلنة المتزرة فرقها عن جريمة القتل أنها تستهدف مجموعة من الناس يفترض أن يكونوا في مكان آمن منزل، سوق، مسجد، كنيسة، مستشفى، مدرسة ما إلى ذلك فلذلك هما كيف يتم قتلهم؟ إما تفجير سيارة مفخخة أو غيرها وإما قصف وإما قتل فتح النار عشوائياً بشكل مباشر عليهم وتم رصد أكثر من ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف ضحية للمجازر المرتكبة في العراق خلال السنوات العشرين الماضية أما بالنسبة للإعدامات والوفيات في السجون طبعاً بقي العراق طوال السنين العشرين الماضية في المراتب الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام حيث ما زالت الحكومات متعاقبة في العراق تطلق موجات متتابعة من الإعدامات الجماعية الانتقامية بحق مواطنين حكم عليهم بالعدام خلال محاكمات سريعة تفتقر لأدنى مقومات العدالة وقد شهد العام 2014 أعلى عدد من الوفيات داخل السجون الحكومية حيث قتل نحو 700 معتقل بشكل عشوائي على أيدي القوات الحكومية لماذا؟ قبل انسحابها من المحافظات المنكوبة بأمر من رئيس الوزراء أنا ذاك وهو نور المالكي تعامل يظهر الطبيعة الإجرامية لهذه الحكومات المتعاقبة والمصيبة التي يعيش فيها العراق ووفق بيانات رسمية فإنه تم إعدام وتسجيل حالة وفاة ما لا يقل عن 2774 معتقلاً خلال السنوات العشرين الماضية طبعاً ما لا يقل لماذا ما لا يقل؟ لأنه الحكومة لا تعلن عن جميع الحالات كونالك حملات كثيرة للإعدامات الجماعية لم تعلن الحكومة عنها أضرب مثال منها طبعاً لا سيما سجن الناصرية مثل ما يقول صار عليه العين أما سجون الأخرى بالكاظمية بالتاجي بالكلة يعدم الناس طبعاً وتفسخ تتفسخ بعض الجثث مع الأسف الشديد لكن حتى تحجى بالحقيقة وخضوع منظومة القضاء في العراق لسلطة الأحزاب المتنفذة جعلها تستند في إصدار أحكام طبعاً أفقدها الاستقلالية أولاً ولا حياة بالموضوع وهنا نسفة العدالة فجعلها تستند في إصدار أحكامها الجائرة إلى اعترافات بجرائم لم يرتكبها المتهمون أما بالنسبة لحالات الانتحار كل يشاهد المخطط كانت في 2003 عند الصفر تقريباً وهذه طبعاً 2003 أنا كنت حاضر ثمان حالات لكن خمسة من عدها قتلتهم القوات الحكومية وسجلوا على أنهم انتحاروا ومن المصاب الأخرى التي تشير إلى تدهور الأوضاع الاجتماعي والتفكك الأسري تفاقم ظاهرة الانتحار في العراق الذي بات يسجل سنوياً ما بين 600 إلى 700 حالة بعد أن كانت نادرة جداً أو معدومة وفق منظمة الصحة العالمية طبعاً هذا قبل 2003 حيث أخذت حالات الانتحار في العراق ولا سيما خلال العقد الماضي منحاً تصاعدياً حتى تجاوز عدد حالات الانتحار الألف حالة سنوياً خلال العامين الماضيين يزاد على ذلك ما لا يقل عن ضعف هذه الأعداد محاولات فاشلة تصف ما الأسباب؟ الأسباب الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والإدمان على المخدرات هذه الأسباب تشكل أكثر من 85% من حالات الانتحار و15% أسبابها اجتماعية مثل العنف الأسري والابتزاز الإلكتروني وهو أيضاً مرتبط بالوضع الاقتصادي ومسألة المخدرات التي كان العراق خالياً منها الحقيقة قبل 2003 المعلومات كثيرة كثيرة لكن إن شاء الله ننشرها على الموقع بالتعاون مع الأخوة في قسم الإعلام الله يجاز يوم الخير تطلعون عليها إن شاء الله وأشكر استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً للدكتور أيمان العاني رئيس قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين على هذا العرض الموجز والوافي لانتهاك حقوق الإنسان في العراق على مدى 20 عام من الاحتلال المركب الأمريكي الإيراني لفت غزو العراق واحتلاله انتباه العالم إلى مخاطر انهيار العراف الدولية ضد الحرب العدوانية ويستطلب حل هذه المشكلة تعزيز دور الأمم التحدثين وإنهاء المعايير المزدوجة التي تجلب الخرابة لكثير من بلدان العالم ومنها العراق ويتبين مما تقدم من مخططات وبيانات ومعلومات موثقة استمرار انتهاك حكومات الاحتلال المتعاقبة حقوق الإنسان العراقي على الصعود كافة وتفاقم ظاهرة الإفلات المستمر لمرتكي بها من العقاب بتواطئ دولي مفضوح في ختام هذه الندوة أتقدم الشكر الجزيل مرة أخرى إلى الدكتور أيمن العاني رئيس قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين العراق وللحضور الكريم شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم